بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم اصدقائي و احبابي متابعين قناة فارس البرمضيات على يوتيوب النهاردة ان شاء الله هنشرح تقديم تقديم الالكتروني لمرحلة رياض الاطفال ان شاء الله هنعرف الطريقة ازاي نقدم لمرحلة رياض الاطفال ومرحلة اللي هي سن اولى ابتدائي الطريقة سهلة بسيطة زي ما انت شايفين بيقولي لازم ان يكون عندك حساب ولاي امر هضغط على انشاء حساب ولاي امر توضع الاسم الاول ثم الوالد ثم الاسم الثالث Ohd ازم العائلة ثم الاسم اللي هو الرابع واكتب الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد واختار من �وع انسى تقicipلين في الامر واتكتب رقم الموبايل ورقم تليفون اردي لو متواجد واتكتب برية الكتروني وتاخد المحافظة اللي انت فيها العنوان بتاعك ووظيفتك وتتكفىال guys وتطعك تفسيدي واتدخل كلمة مرور ولكن لازم يكون كلمة المورو مكتوبة بالانجليزي ويكون فيها حرف وحرف سمول ويكون فيها ارقام وفيها رموز زي ات وشباك وكلام كله وضعت على كلمة تسجيل وضعت على كلمة تسجيل بعد ما ضعت على كلمة تسجيل زي ما انتم شايفين قال لي تم حفز بنجاح بقى انا كده سجلت طبعا اكونت بقى انهوت على الصفحة اللي احنا كنا فيها وبدخل الرقم القومي وكلمة المورو اللي انا دخلتها بضغط على كلمة تسجيل الدخول زي ما انت شايفين تم الدخول مباشرة الى الصفحة اللي من خلالها اقدر اقدم لابني لمرحلة رياض الاطفال بحدد نوع المدرسة زي ما انت شايفين متاح الان اللي هي الرسمي ورسم اللغات ويبقى متاح بعد كده ان شاء الله من خلال الموقع برضك المدارس الحكومة وتقدر برضك تقدم لمرحلة سنة اولى اللي هي برضك قولة ابتدائي كل ده هكون متاح ان شاء الله من خلال الموقع تمام كده بعد كده بختار المحافظة المحافظة اللي انت فيها عشان طبعا تطلع لك بعد كده المدارس اللي انت متواجد فيها وبعد كده بكتب الرقم القامي للطفل ولازم اتأكد ان الرقم ده صحيح وبكتبه بالانجليزي وبعد كده سنة الميلاد والشهر واليوم وبختار محافظة الميلاد بتاعت الطفل وبختار بعد كده النوع اللي هو اختار من اللي هو دوت زاكر او انسة وبعد كده بضغط على بلقي التسجيل هيجي معايا بعد كده البيانات تقدر تمليها اللي هو مكان المراسة اللي انت عايز تقدم له فيها والحاجات ديت بعد كده تقدر انت تتعرف عليها ده وكان كل شي في الشرح بتاع النهاردة اتمنى من حضرتك لو استفادت تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى اسلك كل مشارك تاناة الجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته